في نهايات الاحتفالات بتاعتها ما بتتنسيش يعني ممكن نهاي بطولات أفريقية النادي الأهلي أخذها كتير بس ممكن بعض البطولات ما تفتكراش قوي 2006 تحديدا معلها مع أي حد أهلاوة تلاقي معلها معها وبطولة النهاية القضية ممكن طبعا يمكن كنت أنا في اليوم ده كنت نزل بالعلم وكان عندي يقين يعني أن النادي الأهلي هيكسب إن شاء الله وعلى فكرة احنا يعني في الماتش كان سجال حتى استحواز النادي الأهلي في الماتش ده ساعتها حتى التشكيل معايا يمكن لو نذكر الناس بالتشكيل الأسماء اللي لعبت وفي حد دين سادق لو نستعرض التشكيل معنا عاملين احنا الجرافك كمان محمد الشناو في حراسة المارمة كان لعبنا بالأربعة اتنين تلاتة واحد الاثنين المساكين كانوا ياسر إبراهيم وكان أيمن أشرف الباكرايت كان محمد هاني والباكليفت علي معلول الاثنين الارتكاز حمدي فتحي وعمر السلية والصنع الألعاب كان أفشا اليمين كان الجناح اليمين حسين الشحاية والجناح الشمال جونيور أجايه وكان قدام مرؤون محصن يمكن كانت المباراة يعني كان الاستحواز متقارب كان الماتش بيروح وييجي يروح وييجي وفرصة زيزو اللي جات في القايم ديت فالماتش كان راح وييجي وبعد كده الجيف وحسين في القايم برد وحسين أه فتكر البودلة كمان مين نزل عشان يخدوا حقهم في الماتش ده البودلة هجيبها دلو بس كلنا بتسموا سمائي طبعا فطبعا دي واحدة من النهايات اللي يعني مفيش يعني أتفضل على طول ذكرى كده لأنها مباراة يعني أو نهائي أولا كان بقى أنه سبع سنين ما بناخدش أفريقيا ثانيا بتلعب المنافس المباشر بتاعك في مصر النادي الزمالك وهم برضو لو كان ندي الزمالك أخذ البطولة دي كان هيبقى بالنسبة لهم حاجة تاريخية فطبعا ده نهاي تاريخي بالتأكيد هيفضل زاكرة لنا كويسة بعد بقى ما كسبنا مشينا على طول رحنا أهل مدينة نصر على طول كنت أنا وخوي يعني رحنا أهل مدينة نصر بالعلام نحتفل بقى الشوارع كلها كانت حمرة حمرة في اليوم دي كلها أهل مدينة نصر دي كانت حتى دي كانت مقلوبة أعلام وصور وزمامي مثلا أستاذ الصامي يفتكرها الغد دلوقتي معلمة معنا اللي جيل لديم لا ده في واحدة قبلها كمان في 78 أهل وزماني 48 4-2 ده ما يتنسيش أسلام حاجة كانت وقتها يعني كاسة جونة تاريخي بتاع كابتا الخطيب